صدقني حتى الخطيئة تؤثر على شكلك إذا إنسان بيتعاطى مخدرات أو إنسان بيتعاطى الكحول يعني بيسكر بالخمر بعد فترة زمنية أو التدخين أو أي عادات يعني مش بتكلم على خطيئة أو غير خطيئة بس إنه كتير مرات لما الإنسان بيصل إلى درجة الاستعباد أن يكون مستعبد إلى هذه الأمور فتصبح خطيئة فتؤثر على شكلك الخارجي وإحنا المفروض إنه إحنا نظهر النور يقول الكتاب فليد نوركم هكذا قدام الناس وقال الرب يسوع المسيح في عزته على الجبل إن فسد الملح فبماذا يملح إن كان النور فيك ظلام فالظلام كم يكون فإذن المفروض إنه المؤمن المسيحي إنه المسيح أجرى تغيير في حياته تعرفوا اللي عايشين في نورث أمريكا والمسيحيين طبعا رح يفهموا على العبارة اللي رح أتكلمها اللي هي WWJD وهي الكلمة هي عبارة عن اختصار أربع كلمات What would Jesus do إيه اللي ممكن يعمله يسوع في هذا الموقف في هذا السلوك في هذا التصرف في هذا النمط إيه اللي ممكن يعمل يسوع وأنا بتذكر زوجتي دايما بتحكي مع ابني كل يوم صباحا قبل ما يطلع للمدرسة بتقول له remember تذكر WWJD What would Jesus do وهي كلمة أحبائي قوية جدا فأنا فإذن حياتي مش مجرد الحياة اللي عايشها مثلا بروح يوم الأحد على كنيسة أو على اجتماع لكن الحياة اللي بمارسها مع الناس لكن أنا اليوم عاوز أقول WWPD What would Paul do يعني إيه اللي ممكن يعمله بولوس الرسول يقول الكتاب المقدس افعلوا كل شيء بلا دمدمة ومرة تانية بيقول افعلوا كل شيء لمجد الله ويحرد المؤمنين كونوا بلا عثرة طبعا كونوا بلا عثرة لليهود للأمم ولكنيسة الله بحسب رسالته إلى كنيسة كورنتوس الأولى إصحاح عشرة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر